المتطوعين على أعمال التعقيم والتطهير في المباني في إطار الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا بدأت الإدارة العامة للدفاع المدني حملة للتدريب على أعمال التعقيم والتطهير في المباني والمنشآت وذلك في ضوء الإقبال الكثيف على التطوع من قبل المواطنين بما يعزز الجهود الوطنية والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بتنفيذ التدريبات للمتطوعين الذين تم تسجينهم في المنصة الوطنية للتطوع حيث شمل البرنامج التدريبي على المواد النظرية والعملية وراح يكون البرنامج التدريبي وعملهم في تعقيم الاحترازي لبعض مناطق في المملكة وكان عددهم تقريباً عشر آلاف شخص وراح يتم تدريبهم على مراحل وفترات معينة تطرقنا طبعاً إلى الجانب النظري وجانب عملي في الجانب النظري تطرقنا عن نبذة بسيطة تعريف عن مرض فيروس كورونا كوفيد 19 أيضاً تطرقنا على موضوع أعراض الفيروس وأعراض المرض كيفية الوقاية منه ما هي الملابس الصحيحة واجراءات اللبس الصحيح ثم تطرقنا إلى الجانب العملي بحيث أنه يلبس المتطوع البادلة بالطريقة الصحيحة استخدام المعدات الصحيحة في عملية التعقيم وبعد الانتهاء من عملية التعقيم والتأكد من خلو المنطقة ما هي الإجراءات الصحيحة النازع هذه البادلة فبالتالي احنا بإذن الله نقدر نحتوي من انتشار مرض فيروس كوفيد 19 إن أبناء الوطن هم ركيزة العمل في كافة مجالات العمل الوطنية والتطوع هو أروع مظاهر شراكة المجتمعية ويجسلها في أروع صورها طبعا التجربة يديدة علي ووايد يعني أنا فخورة في نفسي طبعا هاي بلدتنا ولازم يعني نقف معها في هالوقت نبين إننا احنا هي شنو بالنسبة لنا أحسن هي فرصة صراحة ذهبية جدا لأنه قاعدة أتشوف أنه في وايد متطوعين خاصة في الطاقم الطبي أو الدفاع الميداني اللي قاعدين يحاولون أن يساهمون في احتواء الفيروس بغض النظر إحنا في النهاية بلد واحد فإذا كل إنسان لو تبرع بشي بسيط جدا سواء أنه يقدر يقعد بروحه في البيت ويحجر على نفسه مثل ما أقول أو أنه يساهم بالطرق الصحيحة اللي بتساهم في احتواء الفيروس ليش ما أقدم هاي الفرصة؟ يعني أقدر أساهم؟ وايد أي شي استفادنا استفادنا في حضورنا في البداية كنا متطوعين استفادنا في معرفة الأشياء الأساسية في اللبس، في الماسكات، في الأقلافز يعني شي يفيدنا لنا والمجتمع والمنطقة اللي فيها والأعيالنا والكل اللي حواليني اليوم طبعاً أخدنا صورة توضيحية عن مكافحة فيروس كورونا وطبعاً تعلمنا من إن إذا كنت أنت في بيتكم تتبع التعليمات أو سواء كنت في العمل الميداني بما أن أنت تتبع التعليمات الوقائية راح تساهم في محاربة المرض وحفظة للبلد أي شي في خدمة الوطن نحن حاضرين دائماً نتمنى أن نخدم الوطن بأي طريقة أعتقد أن المجتمع اللي بدون تطوع اللي هو مجتمع بحضاري هذا أول شيء ثاني شيء يعني البحرين قدمت لنا وايد فعني ما فيه غلط أن الواحد يقدم شيء يبقى تطوع والتكامل في الأداء الوطني عنصراً فاعلاً وأساسياً من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ويظل التمسك بالإرشادات والتعليمات محطة فاصلة في تخطي الأزمات